في ليلة الحادي والعشرين من يونيو حزيران وفقاً لوزارة الدفاع الروسية كان هناك أكبر هجوم بطائرات بدون طيار الأوكرانية منذ بداية الحرب. فقد حاجمت قوات الدفاع الأوكرانية أربع مصافي نفط روسية في أفيب وإلسك وكراسندار وأسترخين بطائرات بدون طيار. كما ضربت محطات رادار ومراكز استخبارات إلكترونية في مقاطعة برانسك وشبه جزيرة القرم. هذا هو أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في روسيا. والنقطة الرئيسية الثانية هي أن هذا القطاع مرتبط بشكل مباشر بالقضايا الأسكرية. حيث يوفر الوقود والزيت التشحيم للخطوط الأمامية للجيش الروسي. الإرهاب الذي يقاتل ضد شعب الأوكراني. ويمكننا أن نتحدث أيضاً عن بعض السياقات السياسية العاطفية. لأن أوكرانيا هي الدولة الأولى في العالم التي ترد الدربات على أراضي هضوها روسيا. في اليوم السابق أيضاً تهرض لهجوم مستوضى للوقود وزيوت التشحيم تابع للجيش الروسي في مقاطعة طنبوف ومستوضى نفط في أدقية. وسجلت خمسة انفجارات على الأقل هناك أعقبها حريق. بالإضافة إلى ذلك أصاب الطائرات بدون طيار مستوضعاً للوقود في مقاطعة طنبوف. حيث تضرر خزان واحد على الأقل يحتوي على منتجات نفطية. وكاتبت بلومبرغ أن الضربات التي شنتها الطائرات المسيرة على مصافي النفط الروسية تمثل مرحلة جديدة من الحرب. سمع بالفعل صوت انفجارات في هذه المنشآت الأسكرية وهي تستخدم للأغراض العسكرية إما لتزويد قوات الاختلال بأوكرانيا أو لتمويل حرب الإبادة الجماعية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا. بالطبع بالنسبة لروسيا التي تضع نفسها رسمياً على أنها دولة كبرى منتجة للنفط فإن مثل هذه الأخداث حساسة للغاية. ومن المؤكد أن النظام بوتين وما يسمى بالاقتصاد الروسي بشكل عام يتأثر بهواقبها بالفعل. تتسبب هجمات الطائرات بدون طيار على مصافي النفط والمنشآت الأسكرية في روسيا في مشاكل ليس فقط في الموارد ولكن أيضاً في الخدمات اللوجيستية. يتم تنفيذ هجمات على المستوضعات النفط بالقرب من خط الجبهة حيث يتم تخزين الوقود للجيش الروسي. قد يخدث أن الدبابة الروسية لا يمكن أن تتحرك عندما ينبغي أن تتحرك. وهذا بفضل أولئك الذين ضربوا المنشآت الروسية. هذا جانب مهم للغاية. ومن الناحية الاستراتيجية في حرب الاستنزاف لا تهم سوى الضربات على مصافي النفط. والإخصائيات المتعلقة بإنتاج البنزين في روسيا مغلقة الآن. لا أحد يعرف مدى تأثير الضربات على العرض والطلب في سوق الوقود. من أجل الخفاظ على أسعار البنزين المنخفضة، ينفق القريملين مئات المليارات من الروبلات للتعويض شركات النفط عن خسائرها. وبهبارة أخرى على مدى السنوات العديدة الماضية، لم تحقق واحدة من أهم السنوات في روسيا أرباحاً، ولكنها تمول من التبرعات. فقط في العام الماضي تلقت شركات النفط الروسية أكثر من تريليون روبل من ميزانية الدولة. وبعد الدربات الأوكرانية سيتغيّن زيادة هذه الإعانات. يتوقع الخبراء أنه بحلول نهاية العام ستقفز أسعار الوقود. وكتوريا سميرнова لقانات UATV أربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة